طيب نروح لموضوع تاني أكاديمية الشرطة استقبلت عدد من أعضاء برلمان الطلاقع والشباب وكمان شهدوا مرافق ومنشآت الأكاديمية التدريبية والتعليمية وكمان جانب من تدريب طلاب كلية الشرطة أكاديمية الشرطة تفتح أبوابها لكافة فئات المجتمع ليتعرفوا على دورها في إعداد رجال الشرطة من هذا المنطلق استقبلت الأكاديمية أعضاء برنامج برلمان الطلاقع والشباب الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة قرابة مئتي شاب وفتاة يمثلون 18 محافظة نظمت لهم الأكاديمية يوما كاملا بنظام التعايش في تأكيد على أواصل الود والتلاحم بين شباب الوطن كقوة واحدة في مواجهة الأخطار موسيقى احتكاكم بطلاب أكاديمية الشرطة بيدي نوع من أنواع الانتماء والولاء للوطن لازم شبابنا يعرف من بداية ما هو داخل الكلية الطالب ده بيحصل فيه إيه؟ عشان يوصل ما هو يبقى ظابط يقدر يحمي بلده أعرفني الشرطة المصرية ومكانتها وعظمتها وللتعرف على دور الأكاديمية في إعداد ضابط شرطة عصري مسلح بالعلم والمعرفة والتدريب قادر على مواجهة التحديات والمستجدات شهد الشباب وخلال جولة تفقدية في محراب الأكاديمية إمكاناتها اللوجستية والتعليمية والتدريبية من خلال مشاهدة عروض للطلبة في القوات البدنية والدفاع عن النفس والكفاءة القتالية والرماية بالأسلحة فضلاً عن ما يدين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي إمكانات أبهرت الحضور وأثنوا عليها شفت تدريبات صعبة وقصية بس هي بتطلع أسود أسود قادرة أنها تحمينا واتدفع عن بلدنا يقدموا كمية مجهود عظيم وكمية مجهود وتدريبات كبيرة أو بطيرة جداً الطلبة زمائلنا هناك كلية الشرطة بيقدموها علشان خاطر البكرة وبعد ويقدروا لما يجوا يطلعوا يستوعبوا أو يبقوا جاهزين هم مؤهلين لأن هم يواجهوا الحياة العملية اللي برك اليوم ممتع جداً جينا تعرفنا عن حاجات مكنشنا رفعاً عن الشرطة التدريبات عادنا تفرجنا على تاريخ إنشاء الشرطة أول كلية شرطة تعمل في مصر أكاديمية الشرطة يحلم عظيم لكل شاب مصري أنهى السنوية العامة أو أنهى درجة البكاليريوس عشان يلتحق بالصرح العظيم دو بحيث أنه يتعلم وينضم إلى رجال الداخلية وقد حرصت الأكاديمية على تنظيم عروض مميزة لكتائب الخيالة فاضلاً عن الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والحاضرة بفاعلية وقوة في مأموريات مكافحة المخدرات حاجات كتير قوي مختفية عن الشباب لم تيجت اللي هم بيشوفوا المنظر الخارجي بس لكن ما بيشوفوش المنظر الداخلي ما بيشوفوش الإعداد الداخلي لرجل الشرطة إزاي بيتم إزاي إعداد رجل قانون ورجل شرطة إزاي اللي هم من خلالهم يقدروا يكافحوا فساد ينزلوا مصارح كريمة يقدروا يكافحوا إرهاب كل الكلام ده محدش يعرفه غير الزور الأكاديمية فعلاً تأجربة وخبرة كبيرة جداً لنا نحن نكتسبها النهاردة بحيث أننا نشوف أبطالنا وأخواتنا في كلية الشرطة وبنشوف هم قد إيه بيعانوا علشان يحافظوا على الوطن ويحموا الوطن وأشاد الحضور بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل ضباط الشرطة وبالفرصة التي أتاحتها لهم وزارة الداخلية لزيارة هذا الصلح الأمني المتميز إسهاماً منها في تعزيز التعاون بين طلاب كلية الشرطة وشباب المستقبل وتعميق روح الانتماء لديهم أنا شرف لي أن أكون موجودة في صرحة عظيم لأكاديمية الشرطة وأشوف الأبطال اللي بيتعاملوا عندنا في أرض الواقع في سينة سواء الشمال أو الجنوب وأشوف أن أرد تدريباتهم ويعيش معهم اليوم بالكامل لأده فخر كبير لي لي يتحلك فرطة زي دي اللي تدخل مكان زي ده ويكون لك دور أو تواصل مع الناس الموجودة دي فده فخر لأي حد أصلاً تظل أكاديمية الشرطة صرحاً تعليمياً وتدريبياً أمنياً متميزاً ومتفرداً إقليمياً ودولياً بإمكاناته التعليمية واللوجستية يفخر الجميع بالانتماء لها كما تحرص على استقبال الشباب ليشاهد إمكاناتها ودورها في إعداد رجال الشرطة ودعم القيم الإنسانية زيارات متتالية لكافة الفئات وبخاصة الشباب لأكاديمية الشرطة الهدف التعرف على مرافق الأكاديمية وكيفية إعدادها لرجل الشرطة بحيث يصبح قادراً على مواجهة التحديات الأمنية ويندرك ذلك تحت الدور الإنساني والاجتماعي للأكاديمية الهادف إلى تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع عبدالله بركات التلفزيون المصري